الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع حبيبنا الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي مرحبا بكم شيخنا حياك الله بارك فيك و عافاك عبدالله أبن الله عافيك نرحب بكم أعزائي المشاهدين و نستقبل أسئلتكم على رقم الواس الذي يظهر لكم على الشاشة بإذن الله نأخذ الآن شيخنا بعض السرعة المشاهدين نعم هذا أخونا فؤاد الجرمي من اليمن يسأل يقول هل يوجد كتاب عن معجزات الصالحين في القرآن الكريم الحمد لله و صلاة و السلام و رسول الله و على آله و صحبه مولا أما بعد طبعا السؤال كذا ما هو مضبوط لأن ما في شيء يسمى معجزات الصالحين إنما كانوا ينسبون المعجزات للأنبياء فيوقع معجزات الأنبياء و أما الصالحين ما يعطوه من خوارق سمى كرامات كرامات الصالحين و كرامات هذا المعروفة عنهم فالمقصود أنه ما في شيء ما أعرف أصلا كتاب في هذا الباب فيما يسمى معجزات الصالحين عموما و الأمر الثاني لا أعرف أن أحدا جمعها من القرآن أصلا حتى يتكلم عنها وتكلم عن الأوليات وتكلم عن الكرامات شيء من ذلك و أفرض بالتصنيف برسائل قديمة و في بعض الأبحاث و الرسائل العلمية التي طبعت حديثا في هذا الباب لي بيان ضابط الكرامة و متى يقلنا كرامة متصنف أو لا أو شيء من ذلك و أما تسمى معجزات فلا هذا فضلا عن أن مسمى المعجزة هو نفسه فيه كلام أصلا للعلماء لأنه ما ورد في القرآن و لا في السنة الله سمها آيات آيات الأنبياء هي آيات ما سميت معجزات و الكلام طويل و شيخ السلام رحمه الله و غيره وتكلم عن إطلاق لفظ المعجزة و ما فيه من الخلل و شيء من ذلك بكلام طويل لعلا الطالب عمي يرجع إليه إن شاء الله بإذن الله و هذا أخونا محمد علي الضريبي من اليمن يقول أرجوه من الشيخ خطعا كل اللي سيتكلمون في قصص الأنبياء سيسردون آياتهم لأن أصل قصة كاملة لن تأتي إلا بآية مع آية النبي فيذكرون آياتهم و ما آتهم الله سبحانه وتعالى حجة على أقوامهم ستذكر يعني من كنتبه في قصص الأنبياء سيذكر هذه الآيات محمد علي الضريبي من اليمن يقول أرجوه من الشيخ أن يبين لنا محتوى كتاب الداء والدواء البن القيم كتاب الداء والدواء البن القيم رحمه الله كتاب جليل نفيس هو في علاج أمراض القلوب هو أصلا أرسل إليه فتوى سؤال صاحبه يشتكي من حاله أنه على معصية يهو كلما حاول أن يهرب منها وإذا به قلبه يزدال تعلقا بها وشدة فهو يقبل عليها بزيادة يحاول أن يبتعد وقلبه يقبل عليها يقول شيء يخشى على آخرته أن يهلك بهذه الطريقة فأراد كتب البن القيم أن أفدنا شيء العلاج يعني ابن القيم رحمه الله عبد رحمه الله كان خبيرا بهذا الباب جدا فكتب ليس جوابا له بل جواب لعامة من يحتاج إليه من أمراض القلوب سواء كان من من كان مرضه هذا والغالب أنه مرض العشق هذا أو أمراض أخرى فكان كريما في الجواب وأسهب جدا فأجاب في مجلد كامل كبير ضخم جدا كتب عن أشياء كثيرة جدا فمثلا ذلك تكلم عن آثار المعاصي والذنوب آثارها على الفرد والمجتمع تكلم عن مثل الفرق بين حصن الظن بالله وبين الاختراض برحمته وتكلم عن الدعاء وأسبابه وأسباب الإجابة والموانع منه وتكلم عن دفع مثل هذا البلاء والتعلق بالنسوان والمردان وشيء من ذلك وأفاضل كلام فيه لأنه السؤال مع أنه ما صرح ما هو المرض الذي عنده صاحب السؤال لكنه استشف منه أنه صاحب هذا المرض فأوعب في الكلام وعنده من التقاسيم والأحوال ومسائل وأشياء عجائب جدا واستنبطات رحم الله بالقيم والكتاب أحسن طبعا لو حتى الآن هي طبعا المعروفة التي خرجت وصدرت ضمن مشروع آثار بن القيم رحمه الله الذي وضع أسسه ومنهجه والعلامة الشيخ بكر أبو زيد وقد حقق هذا الكتاب بالذات العلامة الكبير المشهور الشيخ محمد أجمل إصلاحي وخرج حديثه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زائد بن أحمد النشيري ويعني كلاهما ما شاء الله تبارك الله في بابيهما علمان وفقهم الله الكتاب من صدرات دار عالم الفوائد هذا أحسن طبعا للكتاب نبدأ نبدأ بسم الله هذا سلمك الله عندنا عبارة عن هذا عالم مؤرخ مشهور معروف له كتابات تاريخية يرجع إليها وهي عمدة في بابها ويحتاج إليها واحتفى به مرات من ناحية الدولة اليمنية وكبار وعيان البلد كانوا احتفوا به من رئيس الوزراء وغيره وكو أكرم بجوائد لتضلعه في باب التاريخ وكتب عرض مؤلفات التاريخية وهو أصلا من أهل زبيد نشأة وولادة وتعلما وريادة وهو من أعيانها فألف كتاب سمى هذا الكتاب شو عنوانه؟ جامعة الأشاعرة بين قوسين زبيد طبعا ما في شيء جامعة باسم المصطلح الجامعي المعروف عندنا اليوم لا إنما هو جامع هو أول جامع أسس في زبيد الذي أسسه هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم هذا بموسى الأشعري رضي الله عنه كان عمره ستة عشر سنة خرج هو وعمه وعمه عمره عشرين سنة من أوائل من خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه في مكة فأرض عليه بالإسلام فأسلموا جاءوا إلى أسلمهم وقلوا على الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى الإسلام فظلوا فترة يدعونهم بالإسلام حتى اجتمع عندهم كم كبير فآمنت أمه وأخواه معه وجماعة منهم ثم بعد حوالي سبع سنين رجعوا إلى أقوامهم في وفد كبير ثم بوفد الأشعريين والأحاديث فيهم معروفة فقدموا لما قدموا المدينة كان على رجوع أقوامهم من خيبر فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب به وقال أتاكم أهل اليمن وهذا أول وفد يماني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد أبي موسى الأشعري وفد الأشعريين هذا أتاكم أهل اليمن هم أرقوا أفئدة هم ألينوا قلوبا وأرقوا أفئدة الإيمان يماني والحكبة يمانية كان في هذا الوفد مدحهم وأثن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظل فترة معناه وسلم ثم رجع تقريبا بعدها بسنة تقريبا أو أقل رجع أبو موسى الأشعري إلى زبيد ومعه معاذ بن جبل معاذ بن جلس تقر بالجند أبو موسى الأشعري في زبيد فأنشأ كل واحد منهما الجامع الجامع وهو إلى الآن معروف مشهور فسمي هذا جامع الأشاعر الأشاعر قبيلة يمنية مشهورة معروفة سميت بالأشاعر نسبة إلى جدهم لقب بالأشعر لأنه ولد أشعر الجسد أصلا كان كذا فلقبوا به هذا لقبه فنسبوا إليه فسموا بالأشاعر وهم في زبيد وما حولها من المناطق ومتشري فيما حول المناطق فأنشأ أول جامع فيها هذا الجامع إلى اليوم موجود وما زالت وما زال يكبر يكبر ويجتمع الناس حوله ويجتمع فيه العلماء ونعسى لم دعا لأهل زبيد هناك دعا لهم وأنشأوا في هذا الوادي وادي زبيد وصار علما معروفا هذا الجامع تحول في المسيرة التاريخية للدول التي استضافت التي تعاقبت على حكم المنطقة عموما فنما فسارت فيه من الدروس والحلقات وقراءة كتب السنة والإجازات بالعلم وتتابع العلماء سواء تدرس فيه أو من جاءوا وتلقوا على يدي العلماء وخرجوا شيء كثير جدا هو شبحها بالجامعة ولا هو جامع الأشاعر كذا طبعا الأشاعر أو الأشاعرة هي يعني إضافة لها للمبالغة يعني هو يقال أباطر وأباطرة يقال أباعر وأباعرة مثل أشاعر وأشاعرة كذا يعني مبالغة طبعا هذا الزبيد بن قوسين هو القصد هنا القصد أن هذا الجامع في زبيد وهو منارة علمية كبيرة أراد بها العلامة المؤرخ عبد الرحمن ابن عبد الله الحضرمي الزبيدي رحمه الله متوفى عام ألف واربعمية واربعة عشر يعني هو معاصل يعتبر ألف واربعمية واربعة عشر يتوفي أراد في هذا الكتاب الضخم أن يجمع الناحية العلمية والأثر العلمي التعليمي الديني الذي كان لهذا الجامع طبعا هو هو أول ما كتب كتب شيئا مختصر يمكن في سبعين صفحة أراد بها إبراز الجانب هذا في إحدى الملتقيات والمؤتمرات فلما أرقي أعجب به كثير من الأعيان قالوا لو تطبعوا فطبع المختصر فلما رأى انتشاره ومراسلة الناس له أن يزيدوا في المادة العلمية وهو تشجع فذهب ويجمع من الحوليات وكتب التاريخ والمخطوطات أشياء عجائب حتى بلغت عنده كما كبيرة جدا خرج أبن عن التاريخ الأول خرج نظامه ومادته خرج فأعطاها لجهة تطبحها فتمادت وأساءت إلى الكتاب وما خرج ثم بعد ذلك ترك الكتاب بزياداتي والسدراكة التي علي حتى خرج عندنا في هذه الإضبار أو في هذه الإخراجة من إصدارات دار الوفاق للنشر للدراسات والنشر بعدا وفقهم الله وهو كتاب ضهم فيما يقرب من حوالي 900 الصفحة تقريبا والكتاب مليء بالتراجم طبعا ليس على طريقة الأبواب ولا الفصول إنما قضية سردية تاريخية يأتي لك إياهم رتبهم على طبقات والطبقات على مراحل والمراحل وهذه الطريقة الذين كانوا في هذه المرحلة في هذا الزمن في أهد العهد في هذا كذا والكتاب مليء جدا في التراجم على فكرة بعض المترجمين ومن كتبوا في التاريخ إن شاء الله يبالي الأخوة يرجعون إليك كناحية توثيقية لأنه يقوم من مقطوطات ومن أشياء ومن وثائق وقف عليها وكان عالما في هذا البن مؤرخا شب الحركة الدينية والأدبية يؤرخ لها ويدكر هو أهم العلوم التي كانت موجودة المنظومات التي قيلت طبعا في المقدمة وفي المؤخرة بعض مآسي ما عاصره أو العقبات التي كانت أمامه في الإخراج مثل هذا الكتاب وإذا ترى دائما الغصص عند المؤلفين ترىها كثيرا لو أحد بعضهم لو يبوح بها يعني يمكن ياخد فلف الكتاب حتى يبوح بقصته مع بعض الكتب والمعاناة التي يشتكي منها الكتاب قلنا من أصدارات دار الوفاق للنشر والتوزيع أو للدراسات والنشر بعدا هذا سلمك الله رسالة علمية صاحبه أراد بيان انتشار المذهب الشافعي في اليمن لكنه قال أنه هناك رسائل أخذت القرون فظل عنده من القرن الرابع إلى السابع لم يتكلم عليه أحد وسمى كتابه وبحته المذهب الشافعي في اليمن من القرن الرابع إلى السابع الهجري من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الحبيب عبد القوي الكلدي اليافعي وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر بعدا طبعا هذا الكتاب أراد بي صاحبه وأن يبين انتشار المذهب الشافعي متى دخل المذهب الشافعي اليمن ما الدول التي احتضنت ونشرت هذا المذهب أصلا بدأ أولي بترجمة الشافعي وحياته الفكري أو شيء يعني تريم معروفة معروفة ثم بعد ذلك الدول التي احتضنت المذهب الشافعي المذهب الشافعي عقيدة الشافعية لأنه كان لها أثر الصراعات دامة تولد نوع من الاحتكاك اللي ولد نوع من الانتشار عقيدة الشافعية التي ذكرها سواء ما كان منها موافق العقيدة السلف أو من تبنوا عقايدة الأشعر وغيرها الصراحهم اللي كان مع الأسماعيلية الباطنية ومع الزيدية مشهور هذا في المنطقة يعني في اليمن ثم بعد ذلك الدول التي احتضنت ونشرت المذهب الشافعي من هي صارتها تاريخيا ودور كل سلطانة وكل أمير من أمرائها وشيء من ذلك وعلمان وأعيانها ثم أتكلم بعد ذلك عن بعض أعيان المذهب الشافعي الموجود في اليمن في هذه المرأة المذهب الشافعي في اليمن هذا مكانا ومن القرن الرابع إلى السابع الهجري هذا زمانا الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف وهو فيه شيء من الرجوع إلى بعض المخطوطات وبعض الكلام الذي قيله أشياء من هذا وفقهم الله هذا سلمك الله بحث آخر له هذا رسالة علمية أيضا لكن هذا دراسة تاريخية جغرافية أراد بها استنطاق الواقع والتاريخ من حلال استخراج ما يتعلق بجلد من اليمن عرف باتهامة اليمن بهذا الاسم عرف اتهامة من جلد من اليمن وهو جلد ممتد جغرافيا هو بدأ بالكلام جغرافيا من أين يمتد قال من منطقة اسمه جحرم وشيء من ذلك من جنوب مكة إلى عدن هذه منطقة كاملة على الساحل امتداد الساحل كاملا قال عنوانها عنوان البحث تهامة اليمن دراسة في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية لكن هذه من ناحية موضوعية الدراسة الموضوع لكن كتاريخيا زمنيا من عام 204 للهجرة إلى عام 569 للهجرة هذا هو الفترة الزمانية يمكن قربة 350 سنة هذه هي فترة الدراسية فترة الزمانية للدراسة هو يقول ما وجدت أحدا يستجلي المواضيع هذا الاقتصادية الاجتماعية وفكرية في اتهامة اليمن في هذه الفترة فكأنما لو قرأ قال ربما جدنا خاملة في صناعة التاريخ الاسلامي وشيء من ذلك قال هذا كلام ليس صحيح فبدأ أولا بترجمة معنى اتهامة اليمن جغرافيا ثم بدأ فيها تاريخيا وذكر طبعا هو قال هذا التاريخ تعاقب ثلاث دول دولة بني زياد ودولة بني نجاح ودولة بني مهدي أي ثلاث دول هي تعاقبت في هذه المدة الزمنية كل واحدة منها من هذه الدول ذكرها سياسيا وما له وشيء من تاريخها هذا التقديم السياسي ثم بدأ بعد ذلك يفصل طبعا الاقتصادية الاجتماعية الفكرية كل واحدة منها في فصل مستقل مثلا فصل في الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادية والعام الاقتصادية في اتهامة اليمن بدأ يتكر مثلا المدن الاقتصادية ما هي الموانئ الاقتصادية ما هي طبعا كل واحدة بالتفصيل وهميتها وشيء من ذلك وما كتب عنها بعد ذلك الموارد القصادية اليمن ما هي مواردها الزراعية وشيء من ذلك والحيوانية والتصدير وشيء من ذلك الاجتماعية كذلك فصل اللي هو العوامل الاجتماعية التي كان في تامة اليمن سكان المجتمع طبقات المجتمع الأدوار اللي كانوا بقى القبائل التي كانت موجودة والسكان وتقسيماتهم الفكرية هذه هو من أوعب الكتب هو مهم جدا أوعب النواحي للفصول تكلم عن ناحية الفكرية المذاهب المنتشرة حينئذين الجوامع والمدارس نوع العلوم التي كانت تدرس في ذاك الوقت ما هي نوعة العلوم أهم الأعيان والأعلام اللي كانوا موجودين اللي كانوا في تلك الفترة الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الحبيب عبد القوي الكلدي اليافعي وفقه الله ومن إصدارات دار الوفاق بعدن طبعا أنا بس نبه لأخوة في الأخير هذه الجداول طبعا هذه الجداول مهمة من ناحية أنها إحصاءات أو بعضها من باب ترتيب الزمني مثلا حكام الدولة الزيادية حكام الدولة النجاحية بني نجاح يعني الدولة المهدية البني مهدي في تهامة هذه تسلسلا هذه جدا مقربة للعلوم ثم بعد ذلك الوزراء من تولى الوزارة من تولى القضاء من تولى الأوقاف من تولى منهم وهذه عبارة عن خرائط تقليبية للمنطقة لمحل الدراسة بعضها قديم وبعضها جديد وفقه الله هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية بحث علمي أراد بي صاحبه أن يبين مؤازرة أهل اليمن لأهل مصر والشام في حروب ضد الصليبيين مع أن الصليبيين ما بلغوا إليهم ما جاءوا إليهم لكن اللحمة الإسلامية تقتضي أن المؤمنون أخوة لا بد أن ينصر بعضهم بعضا أراد تجليد دور أهل اليمن في نصرة إخوانهم في الحروب الصليبية ما هو الدور الذي أدو في هذه الحروب طبعا حروب الصليبية يعني ذخرة في جبين التاريخ شيء مما يذكر في تاريخنا الناصع صح استمرت الحرب مئتي سنة أو نحو ذلك نحوها لكن في الأخير العاقب المتقين العاقبة للمتقين هذا اللي حصل مهما كان الصراع أخذ وعطى غلبة وانسحاب قهر واستيلاء إلا أنه في الأخير غلبة لأهل الإسلام ما فيها كلام طبعا الدين الله منصور يبقى أن يكتب الله لك شرف نصرة على الدين هذا الواحد اللي يفخر به حقيقة ويجعله من أعمال الآخرة أهل اليمن ما كان دورهم في نصرة إخوانهم في محاربتهم ضد الصليبيين سمى البحث موقف اليمن من الحروب الصليبية قال خلال القرنين السادس والسابع الهجريين الكتاب من تالي فأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ جابر عبدو علي عبدالله حينف كذا حينف بهذا الضبط بهذا التقديم بين الياء والنون حينف وفقه الله وهو عبارة على رسالة علمية مطبوعة في دار الوفاق للدراسات والنشر بعدن طبعا هو جاء المسألة بيّن بالنسبة لمن الناحية التاريخية السياسية في هذا القرنين الآن كلامنا من كانوا موجودين هناك ثم بدأ يتكلم عن الموقف الرسمي الداعم للحروب لا حروب الصليبية لحاربة الصليبيين للجيوش الإسلامية الشامية والمصرية اللي كانت موجودة الدور الرسمي الدول كل دولة مثل دولة بني الرسول دولة كذا اللي كانوا موجودين وماذا دعموا السلاح الجند الدخائر التمويل الأموال الأموال أشياء ماذا دعموا به بعد ذلك جاب إلى الدعم المالي الدعم العزيزي تفصيلا هذا دعم سياسي فيه دعم مالي فيه دعم للأعيان والوجهاء والكبراء هذا دعم هو سماه طبعا دعم شعبي هو الدعم الشعبي الكبير هذا حتى ذكر من من اليمنيين من خارج اليمن دعم أخواننا في الحروب الصليبية أهل الإسلام ومن من داخل القطر اليمني وذكر أعيان معينة كان مشهوره بذلك حتى أنه ذكر دور المرأة اليمنية في نصرة إخواني في الحروب الصليبية وكيف فعلوا الكتاب لطيف جميل جدا ورجع إلى بعض المخطوطات في المقدمة ذكر بعض المخطوطات وبعض الكتب التي هي أصول في هذا الباب وفقه الله هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية ماتعة صاحبه رجع إلى عدد من المخطوطات لم تطبعه عدد ليسا بالقليل وعدد كبير من المطبوعات بعض أصلا نادر الوجود غير موجود وقليل في المكتبات الخاصة وشيء من ذلك مع وثائق وأشياء موجودة تاريخية والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عباس علوي حسين فرحان وفقه الله ثم كتابه عدن في عهد الطاهريين الدولة الطاهرية دولة سنية جاءت على أنقاض الدولة الرسولية الرسولية كانت زيدية وكان منطلق دعوتهم متأسيس ملكم كان في عدن أصلا الدولة الطاهرية هذه وهي ما استمر الطويل طبعا هي هذا العهد شوف التاريخ من 858 الهجرة إلى 945 الهجرة هذه هي المدة بداية العهد الطاهر وانتهاء 1945 سقطوا على يد المماليك العثمانيين عيد الدولة العثمانية في عدن كانت آخر مواقعهم وشقطوا طبعا الطاهريين انتسبون إلى آل طاهر طبعا اللي أنشأت دولة هو أبناء طاهر طاهر بن معوضة داغر بن معوضة أبناءه له اثنان علي وعامر كلاهما هم السلطانين يأنشأ وكونوا الدولة وقاموا بالدولة الدولة الطاهرية واستمرت بفترات معينة ما بين ضعف وقوة وكان لها امتداد نشأت في عدن واستقروا الحكم ثم اتشرت في بقاع اليمن عامة هذا الانتشار الكبير في بقاع اليمن جعل لها مناوشات وأشياء طبعا لا سألان عن الطاهريين سيأتي كتاب آخر عنهم لكن الكلام مين عن عدن عدن التي كانت عاصمتهم ما هو كيف كان حالها في العهد الطاهري في هذه المدة وقربت أقل من 90 سنة بقليل هذه المدة ما كان دور عدن طبعا في هذه المدة بالذات اكتشفت عدن كأحد الموانئ المهمة اللي يحتاجوا إليها ولهذا في نفس الوقت اقتتل عليها المماليك العثمانيين والبرتغاليين النصارى وهذا كله أثر في حروب على الطاهريين هذا سير يقاتلهم وهذا يقاتلهم فانحكوا بهذه الحروب لأن الحصار دام طويلا على عدن لأجل استلاع عليها وسبحان الله منذ ان اكتشفت من عدن كرأس حربة في الموانئ هذه وهو من ذلك اليوم تشغل التاريخ المقصود أراد في أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عباس علوي حسين فرحان في هذه الرسالة العلمية يبين أهمية عدن طبعا ذكر عدن وشيء من جلء التاريخي ما يتعلق بعديل الطاهريين حكم فيها وكيف تهوالى فيها الحكم ثم بدأ يبين ما صنع كل واحد من هذول السلاطين الطاهريين في هذه المدينة اللي هي عدن آثاره منحو ذلك وبدأ يقسم مثلا النواحي السياسية اللي كانت موجودة في عدن ما هي؟ الجوانب الاقتصادية وذكر الجوانب الاقتصادية خاصة ركل عن الميناء التجارة فيها وركل عن التجارة والتصدير اللي كان فيها واستغلال الموانئ وفي مسألة الصيد والبحارة وغير ذلك الجوانب عدن الجوانب الدينية وذكر مثلا ما فيها من المساجد ما بنوه من المساجد من المدارس من الجوامع من المكتبات ما فيها أيضا حتى من الأسواق ذكر أيضا ما فيها من الأسواق ما بنوه الأحوال الاجتماعية في عدن كيف كانت أيضا أحوال الناس المذاهب الطبقات المجتمع رجال المجتمع وشيء من ذلك المقصود أنه أراد إبرال دور عدن في هذا فرجع إلى كثير الكتب وخرج مادة علمية رائعة جدا في الباب والكتاب من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر بعدن وفقهم الله ونفس الكلام هنا عندنا جداول خادمة مقربة للعلوم يشكرون عليها أخواننا الباحثين لحرصهم عليها شوف هذا الصلاطين الطاهريون كل واحد ومدة حكمه من ابتداء هذا شوف هذا طبعا هذه الجداول أو شجرة الأنساب الصلاطين نفسها تبدأ مثلا ولاة عدن التي تولى ولاية عدن في هذا العهد الطاهري قضاة عدن الأعيان عدن وشيء من ذلك وشيء من ذلك هذه طبعا الخرائط التي كانت موجودة من العجائب يا ولدي من العجائب شوف طبعا خرائط قديمة جدا بعضها يرجع إلى ذاك العهد الطاهري يقولون العهد الطاهري كان بداية انطلاقنا العصر الحديث يعني العصر اليمن الحديث السياسي هذه المنارات كانت موجودة شوفوا هذا من الأشياء التي يعرفها أهل عدن وهي الصهاريج الصهاريج يقولون من أوائل من بنها هو الطاهريون هم اللي بنوا الصهاريج هذه ثم إلى الآن هي موجودة في عدن وأنا لم أرى شفتها في عدن أيضا موجودة وفقهم الله أستاذنا الشيخنا فاصل نعم فاصل عزيزان المشاهدين ونعود إليكم فافقوا معنا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم عدنا عليكم عزيزان المشاهدين بعد هذا الفاصل جلد ترحبكم شيخنا حياك الله بارك فيك هذه أختنا فاطمة من مصر تقول السلام عليكم و رحمة الله بركاته ما هو أفضل كتاب تفسير القرآن الكريم و رزاكم الله خيرا طبعا هذا السؤال يتكرم مرارا طبعا هو سيختلف الجواب بحسب المستفيد منه طالب العلم ولا شك أنه يتدرج في كتب التفسير إلى أن يصل لكتب المطولة يعني طالب عمله خط آخر غير طريقة العامة أما العامة فينصحهم مثلا بكتاب إما كتاب العلامة السعدي رحمه الله تفسيره تفسيره الكريم المنان كتاب يعطيك الصورة الإجمالية المعنى الإجمالي للآيات أو التفسير المختصر الذي صدر عن مركز تفسير كتاب جليل و نفيس مختصر في التفسير أو المختصر في التفسير كتابه جليل جدا جدا معنى الكلمة بل مجمع الملك فادت بعض المحصر كلاهما بس المختصر في التفسير الرائع لأنهم استدركوا محاسن المختصرات التي سبقتهم و أضافوا إليه أشياء مما يحتاجوا إليه و جعلوها على الطريقة التربوية التعليمية السلوكية و حكم من عدد كبير من أهل الاختصاص في هذا الباب و روجع و نقح عدد من المرات و فيه إضافات إلى أن استقرت بعد الطبعة الرابعة فما بعدها يعني طبعا ما حد يبلغ الكمال لكن ما يشدون القرب من الكمال حقيقة الكتاب ينصح به جدا نستمر هذا سلمك الله عبارة عن بحث ما ورسل عنه بس بحث أراد أن يكتب صاحب صاحب البحث أن يكتب عن تاريخ مدينة يقول هذا ما عرفت يعني ما أفردت بالتاريخ بما تستحق إنما تذكر عرضا في الموسوعات التي كتبت عن بلدان يمن و غيرها وهي مدينة غيل باوزير غيل باوزير الغيل يولدي معناه ينابيع الماء أو النهر الصغير أو شيء من ذلك هذا كان مكان يجتمع فيه هذا الأمواك كان فيه هو غيل المنطقة غيلية يعني هناك وباوزير نسبة طبعا نسبة ينتسبون هم قبيلة تنتسب إلى وزير من وزاراء الدولة العباسية هو نفسه خرج من العراق وجاء واستقر في هذا الموضع فسموا أولاده وأحفاده باوزير يعني نسبة إليه هو لكنه في القرن السارس تقريبا أحد أعيانها هذه الأسرة أو هذه القبيلة هو نفسه هو الذي على يديه ازدهر الغيل هذا هذه المنطقة الوادي فبنى الجامع وبنى أشياء يعني اختطت البلدة على يديه فنسبت البلدة كاملة إليه فسمت مدينة غيل باوزير كذا هذا أسمها عرفتها تاريخيا طبعا بهذا البحث ألا دبي صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عدنان أحمد سالم جروان أن يتكلم عن مدينة غيل باوزير من الناحية السياسية والاقتصادية واجتماعية والثقافية فسمى كتابه مدينة غيل باوزير دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لكن حصرها ما بين المدة المنية 1355 للهجرة إلى 1387 للهجرة يعني تقريبا ولدي ثلاثة ثلاثة سنة أو حولها يعني تقريبا طبعا هي هذه المدة اللي كانت أيام السلطنة قريبة جدا من المكلة ممكن 50 كيلو بينهم من الشمال الشرقي تقريبا هذا من نحية المسافة اليوم معاصرة وبدأ يتكلم واستخرج من الوثائق والكتب ويذهب من الزيارات الميدانية التي احتاج إليها ما جعله يثري المادة العلمية المتعلقة بهذه البلدة فأخرج هذا الكتاب الجميل جدا وقسمه إلى أبواب وفيه طبعا الفصول الفتي في الكتاب هي عبارة عن هذه ففصل للناحية السياسية وفصل للناحية الاقتصادية وفصل للناحية اجتماعية والثقافية كله أدرسها يعني الناحية السياسية اللي هو حكمان وقعاتي وماذا فعلوا فيه في هذه الفترة وماذا فعل الفتن ونحو ذلك والناحية الأمنية اللي كانت موجودة في هذه المدينة خصيصة يعني في هذا العهد أيضا عن الحالة اقتصادية خاصة كانوا أهل زراعة يعني أهل عموم عن الزراعة محاصيل وما هي كيف يصدرونها وإنتاجها الناحية الاجتماعية الطبقات المجتمع اللي كانت موجودة المهن اللي كانت عندهم محترفون أو شيء من ذلك الثقافية ما فيها من العلم وانتشار علم والجوامع والمدارس ونحو ذلك طبعا الكتاب من إصدارات أنا ما رأيت إصدار لكن لكن هي دار الفالحين للطباعة والنشر وفقهم الله بالرياض اللي يمكن التواصل معه وهنا طبعا طريق التواصل مع المؤلف فهذا صورة المؤلف هذه نبدأ مختصرا على الكتاب وهذا صورة حديثة لمدينة غير بوزير طبعا الكتاب في آخرية والذي شوفها هذه كلها عبارة عن وثائق هذه الملاحق عبارة عن وثائق هذه جداول فيها أو هذه شوفها هذه عبارة عن وثائق الوثائق ورسومات وجداول هذه رسومات بعضها جوي وبعضها غير ذلك كلها من باب هذه صور ما بين صور قديمة نادرة وبعضها حديث لبعض المعالم الموجودة في غير بوزير بعضها جددت هذا بعض أعيان الموجودين بعض العلماء الموجودين في ذاك الوقت بعضها قديم جدا وخرجها في كتاب وخرجها أيضا منظومات في مدح غير البوازير وشيء من ذلك وفقهم الله هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية أيضا تستتبع نفس المدة اللي مرت معنا فيها بني طاهر اللي حكموا اليمن في فترة زمنية من عام 858 للهجرة إلى عام 945 للهجرة عنوان القوة السياسية المعارضة للدولة الطاهرية باليمن وآثارها على الحياة العامة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد منصور علي صالح بلعيد وفقه الله من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر طبعا بنو طاهر وأنهم قاموا على أنقض دولة رسولية بدأ بمقدمة تاريخية أول ما بدأ بالستين سنة التي كانت قبل ظهور الدولة الطاهرية الستين سنة لأنها هي التمهيد لما سيأتي من بداية نشوء الدولة ثم بدأ يذكر تأسيس الدولة قام على يد من صلاطين الدولة الطاهرية واحد واحد لأنه القوة السياسية سيأتي دورة الآن مع كل سلطان ثم بدأ يبدأ بالقوة السياسية سواء كانت قوة داخلية وفصلها القوة الداخلية ما بين قبائل هنا وهناك وما بين مذهبية الزيدية والباطنية والإسماعيلية وغيرهم الموجودين وهذا غير الحملات الخارجية من البرتغاليين وماليك وعثماني منهم هم أصلا وشروج من ذلك ثم بعد ذلك أثروا على الحياة العامة بدا يذكر أثرة على الناحية الاقتصادية الأثر على الناحية الاجتماعية الأثر على الناحية التعليمية والثقافية على الحياة العامة كيف كان أثر هذه القوة السياسية طبعا منما كتبوا أيضا فيها كيف ضعفت الدولة يعني ماذا استعمل هالدولة اللي يقمر مثلا الثورات الداخلية ماذا فعلت القوة الداخلية استعانت بمن من الأشياء من العجائب دائما التوافق ومعنى صح التصالح مع القوة الخارجية ضد الطاهريين من الثائرين هذا كان للأسف الشديد أن تجد ديدا في كثير من الثورات تقام هنا وهناك يعني في تاريخيا الموجود والأندلس ما سقطت إلا بهذه الطريقة أصلا نسأل الله العافية العموم كتاب جيد فيه رجوع إلى مخطوطات نفيسة ونادرة وأيضا فيه بيان ما كان لآل الطاهريين الدولة الطاهرية من القوة والشوكة في ذاك الوقت ثم بعد ذلك السقوط عيد العثمانيين وهذه ملاحق أيضا خدموا بها الكتاب من ناحية الجداول والرسوم لاحظوا لاحظوا معي هذا الجداول فيها مثلا الخسائر في الأرواح التي تمنعها في القوى المعارضة شوف المعركة الفلانية يتكلم عن كل المعارك حصلت المعركة في محل فلاني ذكرت مثلا أسباب تأخر للقوى المعارضة مثلا كان من أسبابها الجغرافية التي معروفة في اليمن بعض الأماكن صعوبة الوصول لها كانت من السهل أن يخرج فيها أحد ويبقى هناك متحصنة في تلك الزوايا شيء من الاستقراء التاريخي لهذا البلد وفقهم الله هذا سلمك الله أيضا بحث علمي عبارة عن دراسة بعنوان الزيدية في اليمن دراسة حول أحوالهم السياسية والحضارية ما بين هذا الوقت الزماني ما بين 626 للهجرة إلى عام 858 واضح التاريخ عام 858 للهجرة طبعا بداية الزيدية في اليمن وكيف ظهروا وكيف نشأوا طبعا القلام ها أحوال السياسية لابد من مقدمة تاريخية في كذا هم ظهورهم قديم وجودهم في اليمن قديم أصلا والصراع التي كان بينهم وبناء السماعيلية الباطلية أيضا موجود كان بينهم لكن أيضا من الأشياء التي كانت أضعطتهم شروبهم أو صراحهم هو سماه الصراع المذهبي مع أهل السنة أيضا هذا كان لأنه خاصة على يوبيين لما حكموا اليمن كان صراع دامي بينهم المقصود هو أراد في هذا الكتاب أن يبين الأحوال السياسية التي كانت في اليمن للزيدية أصلا فقسم إلى أقسام فصول وذكر ناحية السياسية التاريخية سردا مرتبة ثم بعد ذلك بدأ يذكر أحوال الزيدية قسمها لقسمين القسم ما قبل الإمام المهدي أحمد بن الحسين مقتله التاريخ ما قبله وفصل في ما بعد مقتله بالنسبة للزيدية وذكر ثم بعد ذلك أسباب ضعف الدولة الزيدية في اليمن وذكر عدم أسباب ذكر أسباب سياسية اقتصادية حتى مذهبية واجتماعية وشيء من ذلك ذكر ثم ذكر بعدين الأحوال الحضارية يعني ما هي الأحوال الحضارية كانت موجودة في هذه الفترة مدة الدراسة الزمنية هذه ذكر النحية التعليمية النحية الثقافية النحية التجارية النحية الزراعية الفلاحية وهذا الطريقة الأشياء الحضارية كانت موجودة في عادم الكتاب من تأليف أخين الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبدالله سعيس ساني الميسري وفقه الله من إصدارات دار الوفاق للدراسات والنشر بحضرموت آسف بعدن طبعا هذه أيضا من الوثائق فيها المشجرات شجر نسب الأسرة الرسولية وغيرها هذه مثلا الدولة الرسولية هي طبعا هي مدة الدولة الرسولية في هذا المدة اللي هي من التاريخ 2620 إلى 58 هذه مدة الدولة الرسولية هذه المسكوكات التي سكت في عهد وشيء من الصور هذه عاد الأشياء الحضرية التي ما زالت باقية وهي من آثارهم سواء المساجد سواء غيرها وفقه الله هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة موعبة لأحد المؤسس الفعلي للسلطنة القعيطية في حضرموت وهو السلطان عمر بن عوض البعيطي سلطان الدولة القعيطية الحضرمية التي تاريخيا من عام 1923 ميلادي إلى 1936 ميلادية يعني قرابة 14 سنة 14 سنة حياته عهده آثاره هو يقول أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد السعيد عبد الله بن علي الحاج قال ما رأيته كتابا موعبا في ترجمة هذا السلطان مع أنه حقيقة السلطنة قامت عاديه هي وجودا قبله فيه أو جده لكن لا عقيقة قيام الدولة وانتشارة وكبرى كان في عهد هو عهد السلطن عمر بن عوض القعيطي طبعا هو بدأ بداية بدأ الأسر القعيطية من أين تأتي من أين جاءت وهم أصلا من يافع هو قعيط يافعي هجرت اليفع إلى حضرموت ماذا حصل وكيف كان الحضرم أول الأمر يستقبلونهم كان هم يحمون المدن والسواحل والمواني وغيرها ثم حصلت فتنة سمها مذبحة يافع في شبام هذا مذبح هي اللي دعته هو هو عمر رضا هو كان سبحان الله فقير مسكين ثم وكان أخوه في الهند وأخوه الذي في الهند تزوج بمرأة ثرية في الهند فلما مات أخوه انتقل هو إلى الهند يعني باب يواسي زوجته ثم يطلع يعني لو كان يحتاج يحتاج شيء وإذا بي يقول الزوجة مستقبلته أصلا فراح انتقل إلى بلدة ثانية وأخذ يتعلم يتدرج في التعليم كان صغيرا لما راح إلى الهند فأخذ يتعلم ويتدرج في التعليم حتى وصل إلى نفس المنصب الذي كان فيه أخوه وهو كان قائد الجيش العربي هناك في تلك المنطقة الهندية قائد الجيش العربي فسار في هذه المنزلة ثم جات العطاية من ملوك المنطقة أو ملك البلاد في أكتابانكور وبدأت تصب عليه وجاه خيرات ثم زوجته أخي عارت عليه الزواج رجعت لهم فتزوجها واجمنا خمسة أولاد ثم فتح الله عليه بالثراء الفاحش جدا وثار هو من هناك يتتبع أحوال الحضرموت ويافع من هناك يتابع وصار يمد الناس حتى صارت مدبحة شبام هذه لأهل يافع وحينيذن جهز جيشا من الهند قرابة 450 ومعهم مؤن ومعهم عتاد ومعهم مال وجهزوا لما جاءوا واجتمعوا بجيش جهز أيضا من يافع قرابة 2000 وحينيذن دخلوا إلى شبام وأسقطوا حاكمها بعد حصار السنة كاملة هو جاء في آخر أمر وأسس الدولة بعد سقوط شبام وبدأت الدولة السلطنة هي السلطنة القعيطية وبدأ يحكمها بعد ذلك هو كان يثنى عليه في أخلاقه وسلوكه وكان يعتني جدا وكان هو اتهم أصلا بعد أشهر من توليه السلطنة ويسار سلطانا أنه يأخذ من أموال الدولة إلى حسابه هناك يعني يغير يسل إلى الهند بعد فترة كشف دفاتر الدولة وأجعلها عامة للناس ينظروا فيها وإذا كان ينفق على الدولة من ماله وثروته التي كانت في الهند كل مستحقات الدولة ما بين منشآت وما بين مرات ورواتب وغيرها كلها كانت من ثروته وما زال ينفق عليها فحمد الناس له سيرته وحبه ووثقوا به جدا ولهذا سيرته عطرة عندهم بالنسبة لهم فأنشأ قصرا ضخما ما زال معروفا باسم القصر القعيات مشهور إلى أن صار الآن مثل المتحف وزار يعني وأنشأ جامع جامع عمر جامع عمر الكبير المشهور بالمقلة هو هو لعمر بن عوض القعيات هو صاحبه وجامع كبير مشهور طبعا رمم الآن وترميمه جدا رائع الآن وبعض المؤاشات الأخرى طبعا أخونا الحبيب الأستاذ محمد سعيد عبد الله بن علي الحاج طفقه الله قام هو يقول بزيارات شخصية لباقي الأسرة باقي الأسرة موجودين يعني أحفادهم وأخذ بعض الوثائق زار أماكن المخطوطات المكتبات العامة وغيرها زار الأسر لتحتفظ بشيء من المراسلات ما بينهم وبين القعياتية أو أسرة القعياتية و القعياتية عموما وشيء ماذا حتى يستخرج وجاء إلى صور نادرة لأول مرة تنشر ومراسلات نادرة في هذا الكتاب اللي يصدر في هذا الجزء لاحظ معي وخلص إلى جداول وهذه الصور لا تكاد توجد في غيرها طبعا في المقدمة عادي سيشوفها الإخوة فيها صلاطينوم هذه صور صلاطينوم هذه صورة الأسرة جاء إلى صور الأسرة وجده وأبوه وبعد ذلك أخوه وصورهم وأخرجها في هذا الكتاب الذي يشكر عليه شبه صلاطين هذه طبعا ملونة والسلطان غالب بن عوض وقعته آخر الصلاطين اللي قامت عليه الثورة ثم بعد ذلك هذه الوثائق هذه الوثائق هذه فيها مثلا مسجده هذا جامعه هذا الجامع كبير جامع عمر المشهور المعروف بالمكلة ومنارته وشيء من ذلك وما زالت الصور عندما وجوده والوثائق وفقه الله هذا سلمك الله صاحبه سماه موسوعة اليمن الأرض والإنسان في السنة والقرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سالم بن علي بن محمد الحربي الخلاقي اليافعي طبعا صدرات دار الوثائق الدراسات والنشر بعدا طبعا هذا الكتاب أراد به يقول أجمع كل ما ورد من الآيات وكلام المفسرين عن اليمن وكل ما ورد في الأحاديث السنة النبوية عن اليمن يقول ما وجدت كتاب يجمع كل هذا ويشرحها ويبين معانيها للناس فبدأ فيها وسمها الموسوعة لأنه بدأ بمقدمة تاريخ أكثر من الصبحة بداية من القبال التي كانت في اليمن والدول التي كانت في اليمن وبدأ يوعب فيها الكلام لأنه هذا يقول صار الله انتشار في الإسلام وأثرت بعد ذلك ثم بعد ذلك لأنه سبأ مذكورة مثلا في القرآن هذا قبل الإسلام فذكر سبأ وأين محلها والتفاسير والمعناه وشيء من ذلك وأوعب الكلام جدا ثم بعد انتهت القضية التاريخية ذكر اليمن في القرآن عقد لها باب ثم اليمن في السنة النبوية وعقد لها باب وجمع كل ما يتعلق بها ثم ذكر طبعا ما يتعلق عموما اليمن ما يتعلق مثلا بأشرات الساعة من الحديث واردة في اليمن وشيء من ذلك وأتى بحديث طيب نقله للناس جعله ها هنا وهذا ظهر أنه في كتاب آخر سيأتينا إن شاء الله يعني بكتاب آخر المقصود لكن الصراحة الخط للمقرمة صغير جدا وإن كان الله خير يعتني بالأحاديث الصحيحة ويبين معانيا ويرجع الكلام الأئمة لكن ما دي لماذا الخط صغير ولم يخدم الخدمة يعني التي يحتاجوا إليها في مثل هذه موشوعة مثل هذه موشوعة يعني أقل شيء تقترب مجلدين بإخراجه برادة طيبة جدا تليقوا بها وفقوا الله الحقيقة جيد وشكروا عليه جدا هذا سلمك الله إدار الوفاقية إدار الوفاقية هذا سلمك الله كتاب في الأصول يطبع لأول مرة هو عبارة عن شرح لمنظومة المنظومة للعلامة محمد بن أبي بكر الأشخر عالم شافع من علماء الزبيد له منظومة في الأصول مشهورة للممتلين ومتوسطين لها عرض من الشروح منها شرحوا شرحوا العلامة الشيخ أحمد بن علي الصهباني الزبيدي رحمة الله عليه متوفى عام 1401 يعني قليلا توفي يعني من 40 سنة قليلا فقط ثم هذا الشرح وهو عبارة عن تعليقات لفك العبارات اللي يفك المنظومة وابيات المنظومة وبيان معانيه وشيء من المسائل سمه تلخيص الأصول على معاني ذريعة الوصول في علم الوصول المنظومة لمحمد أبي بكر الأشخر هو عنوان ذريعة الوصول مشهورة بالذريعة وهو نفسه شرح كتاب وسمه شرح الذريعة أو مطبوع الكتاب وهو قد اعتمد عليه كأصل في الشرح هذا وتعليقاته لكن اعتمد على غيره من أصعاب الكتب خاصة على جمع الجوامع لابن السبكي وشرح شيخ الزكري الأنصاري شيخ الزكري الأنصاري الكتاب أخذ في رسالة علمية من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نادر سعد عبادي حلبوب العمري وفقه الله من إصدارات دار الفاق وقد قسم الكتاب إلى قسمها قسم الدراسة ترجم فيه لمحمد أبي بكر الأشخر وكتابه ثم ترجم فيه أيضا لأحمد بن علي الصغباني والزبيدي وكتابه وحقق عن نسخة خطيتين أحدها الأولى هي الأصل منقولة عن نسخة بخطة النخة التي هي بخط المؤلف هذا من العجائب مع أنه شو متأخر شو ألف رمية واحد إلا أن نسخته الأصل المؤلف بخطة غير موجودة وفقه الله وعلق على الكتاب علق على الكتاب هذا يأتي بالمنظومة شوف لاحب هذا المنظومة لدريعة الوصول وهذا الشرح هذا الشرح تعليقات يسيرة يعني بفق عبارة وفقه الله الكتابة قلنا من صدرات داره رفاق هذا سلمك الله عبارة عن بحث تاريخي في قسم الآثار قسم الآثار بجامعة الصنع طبعا إذن الدراسة ستكون آثرية معمارية طبعا غالبا أقسام الآثار لا تعتني بالجانب التاريخي الذي هو سياسي ولا أقتصادي ولا غيرها يهمها الآثار وما تدل عليه والجانب التاريخي تدل عليه الآثار لا يأتون بالجانب التاريخي من كتب التاريخ التي ذكرت الحوليات والحوادث لا هذه تدل على ماذا من التواريخ طبعا الكتاب من ناحية المكان فهو خاص فقط بمدينة الشحر كذا بكسر الشين والسكون الشحر كذا تنطق والدراسة خاصة بمساجدها أيضا لماذا عين مساجدها قالوا لأنها كانت من أكثر المدن مساجدا في حضرموت وسميت يقولون بلغت في عهد خمسة وخمسين مسجد ما كانت مدينة ضارعة في عرض المساجد وهذا تاريخيا يذكر فهو أراد أن أكثر مساجدها تاريخية طبعا يقول بعضها للأسف هدم وعيد مرة أخرى وبعضها صار مثلا مطموش من المصاعب التي واجهته الصعوبات أنه ربما بعضها ما بقيت فيه الآثار التاريخية غيرت تماما وبعضها موجود ما زال إلى الآن فسمى البحثه مساجد مدينة الشحر من القرن الأول الهجري حتى القرن الثاني عشر المدة طويلة جدا يعني 12 قرن معنا دراسة أثرية معمارية من تعليف أخينا الحبيب الأستاذ محمد حسين المهندس محمد حسين محمد ابن الشيخ أبو بكر وفقه الله ومن إصدارات مركز حضر موت للدراسات التاريخية والتراث والتوثيق والنشر طبعا لا أحب هو في الكتاب ذكر ناحية تاريخ جغرافية لمدينة الشحر أين تقع هي تبعد تقريبا حوالي 65 كيلو أيضا عن المكلة شرقا هذه كموقع لكن شيء من تاريخ السياسي شيء بسيط جدا لكن الكلام أين جعل كل بدأ يقسم فصول الكتاب بحسب السنين يعني مثلا من القرن الأول إلى القرن السابع جعله فصل يذكر أهم المسائل التي ظهرت الجوامع الكبيرة ما هي غيرها مثلا القباب التي هي القبابة طبعا الأسف ذكر حتى الأضلحة يعني هو كأثر موجود موجود وبيّن من ناحية ترى معمارية لا علاقة له بمسألة المسائل الشرعية ثم الفصل الثاني من القرن السابع أخذ القرن السابع القرن الثالث الفصل الثالث أخذ له أيضا كذا قرن وهكذا حتى انتهى 12 قرن انتهى منهم ثم بعد ذلك عاد الفصل الأخير الأخير جدا جعله لاستكشاف أو استخلاص الجوانب المعمارية فيها القباب المحاريب الأعمدة السعى الساحات الأرويق التراسة المعمارية يعني على طريقتهم طبعا الكتاب أيضا يا ولدي مليء جدا هذا شو هاي شو الأخوة مليء جدا بالصور أطبعا أخذها هذا ما تشوف هذه الأشكال الهندسية هذه كلها إن شاء الله يظهر للأخوة بس يظهر لهم هذه كلها أشكال هذا الآن صور حديثة مأخوذة ملقوطة فيها بيان لكثير من الأثار الموجودة المحاريب المنابر الموجودة الأسقف كثيرة جدا وأيضا فيها صور بشيء من الوثائق وفقه الله هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع ما قيل في عدن ما قيل في عدن من كلام الكتاب والشعراء وسمى كتابه عدن في عيون الكتاب والشعراء شوف لكن المدة التاريخية شو بن قوسين من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث طبعا هو الكلام صراحة شيء كثير يعني يجب قليل لكن المراد بها من أفرد عدن بالكلام ليس المراد أن تذكر عدن في سياقات الأحداث لا ليس هذا المراد فجمعها فقسموا الكتاب إلى قسمين قسم ما يتعلق بالمقالات والأبحاث وقسم ما يتعلق بالشعر واضح؟ الشعر هو أكثره ثم الشعر هذا من القديم إلى الحديث يعني يأتي مثلا أحد شعراء أي مكان فلان قال كذا في الأبيات الموجودة في دوانه فلان وفلان فلان أصر الحديث طبعا البحث هذا والجمع من جمع وتحرير وإشراف وتقديم أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ابن علي الهمداني وهو له كتابات تاريخية معروفة وإسهامات في هذا الباب ونال جوائز في هذا الباب طبعا هذا راجعه وقرأه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور سالم ابن عبدالرب السلفي ومن إصدارات دار الوفاق في الدراسات والنشاء طبعا هذه صورة لمدينة عدن حديثة طبعا لاحظة ولدي قدم بمقدمة فيها محترزات وأشياء وبعض المساهمات التي حصلت من قبل وشيء من ذلك المشاركات وبدأ شوف هذا مثلا هذا القسم الأول الدراسات والمقالات يبدأ يذكر لك هذا يرقمها المقالة الأولى المقالة الثانية أو يسمىها المقدمة شوف ثغر اليمن في الأدب لفلان يذكره لك وثم الذي بعده هكذا هذا الثاني مثلا هذا الثاني الذي بعده يذكر لك فلان كذا فعل المقالة الثالثة الرابع حتى انتهى تقريبا من ثلثي ثلث الكتاب في المقالات ثم بعد ذلك بدأ بالأشعار القسم الثاني كله فيما قيل في عدن من الشعر يبدأ كان سعر المعاصر القديم وهكذا حتى انتهى طبعا هذه السيرة سيرة وفقه الله الجامع هذا سيرته وفقه الله وصورته وعماله وآثاره وفقه الله هل يذكر في الشعر هل يشرح الأبيعات لا 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 ما في شرح لا هو جمع هو جمع لما قاله الكتاب والشعراء في عدن فهو يجمحها لك هذا يطول لو شرح هذا سلمك الله يا والد عبارة عن جمع لمقالات وحوارات وستطلاعات الأستاذ أحمد عوض بوزير في صحيفة الطليع الحضرمية وهو الذي أسسها أصلا وكان هو رئيس التحرير والكاتب والمحرم هو كل شيء وما كان القدرة مالية تجعله يوظف أحد إطلاقا وهو يقول ويشهد الله والتاريخ أني ما تاجرت بالكلمة أبدا ولا بالصحيفة هو يقول لأنه تجم في هذا طبعا التاريخ من عام 1959 من الميلاد إلى عام 1967 طبعا كتاباته التاريخية طبعا أراد أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي أن يجمع ما كتبه الأستاذ أحمد عوض بوزير في صحيفتي هذه من مقالات وحوارات كان يحاول بها واستطلاعات استطلاعاته كان يؤدي يعني نقاشاته شيء من ذلك وكان له زاويهم سويها وكان هو يحرر ويكتب كانت له بالكامل المقصود أنها كانت تعتبر وثيقة تاريخية لأنه كان يتكلم عن القضايا الاجتماعية السياسية العسكرية الثقافية وهذه أكثر فيها جدا الكلام القضايا هذه وهو كان في بدايات الانفتاح على التطور وغيرها أو الانفتاح على الجاليات وغيرها فكتب شيء يحتاج إلى تاريخيا لو قال أقل شيء دعنا من رأيه دعنا نهمنا التوثيق التاريخي هذا مهم جدا المقصود أنه جمع في هذا الكتاب كامل آراء ومقالات التي كتبها حتى يقف علينا صارت نادرة المجلة الكتاب مصدرات مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشب لكن شوف يا ولدي طبعا أنا ما أدني ماذا هم يضعون عنوان شوف يضعون عنوان المقال كما هو وينتهي ثم عنوان وينتهي طبعا في الأخير هنا يذكرون المجلة العدد كام والتاريخ التي كتبت فيه كل كتاب هالطريقة طبعا في الأخير أيضا فيه رسعان المقالات يعني ليتهم إما كان يصير تنظيم ترتيب حولي يعني السنة الأولى السنة الثانية مثالها أو ترتيب موضوعي الموضوعات يجمع بعض إلى بعض النحث المقالات الثقافية المقالات الاجتماعية المقالات السياسية يعني يصير في نوع من التنظيم يعني أقل شيء أما كذا بدون شيء بترتيب لا ذكر ولا تاريخ ما ذكر مقدمة لا تاريخيا ولا غيرها مجرد جمع فقط يشكر عليه وفقه الله هذا سلما كالله كتاب أراد به صاحبه أن يبين الشوء والمحبة التي كانت عند الأديب الكبير علي أحمد باكثير لأندونوسيا مسقط رأسه سورباي هي مسقط رأس الأديب علي أحمد باكثير هو ولد هناك في أندونوسيا ثم من بلغ عشر سنين والده أرسله إلى السيئون لدراسة العلم واللغة ويتربى هناك فظل عشر سنين فكان نابغة حافظة ذكر من ذكائه شيء عجيب يا ولدي كان له يحفظ كثير من الدووين وكلام الشعراء وعلاقته بالشعراء المعاصلة كثيرة جدا يقولون حتى ما بلغ سنة الخامسة عشر إلا وسار مديرا للمدرسة هذا من العجائب وكان اطلاعه واسع أغرم بكتب شيخ سامتيني وابن القيم ولمان محمد عبدالوهاب ولهذا سارت علاقته بالحركة السلفية عالية جدا فراسل محمد رسيد رضا وكتب في مجلته المناء وراسل محب الدين الخطيب وكتب في مجلاته وثارت بينه التواصل كثير جدا بعدين تمال عليه أنكر أشياء كثيرة موجودة في المجتمع الحضر منك ما لا يخفى عليك مما يفعله أهل التصوف ثم بعد ذلك خرج بعد ذلك من هذا إلى أيضا إندونوسيا ثم قعد أشهر ثم رجع مرة ثانية إلى الحجاز ثم استقر في مصر آخر استقرار كمصر ومات في مصر أيضا وهو قد عرف شاعر كان شاعرا وكان عديما ويكثر كتابة المسرحيات كان رائدا في الباب هذا وكان نفسه نفسا إسلاميا طبعا هو هذا الكتاب صاحبه الذي كتبه هو أخونا الحبيث فضيلة الدكتور محمد أبو بكر حميد وفقه الله سمى كتابه اندونوسيا ملحمة الحب والحرية في حياة علي أحمد باكثير وأدبه أراد أن يجمع غرام وكتاباته ومراسلاته التي كانت عن اندونوسيا لأنه باكثير عاصرها معاصرة كبيرة جدا من بداية حثم على الخروج من الاستعمار والثورة والطرد المستعمرين وكانوا يصير سائل ويكتب أشعار وأشياء من ذلك ومقالات ويعرف العالم العربي بما يقع في اندونوسيا لأنه كانت براهات خاصة طبعا أمه وأخوانه ماتوا هناك لكن سبحان الله مداد الأحفاد موجودين هناك الكتاب من إصدارات مركز الحضرموت للنشر والدراسات والأبحاث وفقهم الله طبعا جمعوا جانب قسمين جانب يتعلق بمقالاته أنه يتعلق من دونوسيا والجانب الآخر ما يتعلق بأشعاره أو أدبه عموما وهو ما يتعلق بمسرحياته وما كتبه والأشعار وفقهم الله شكرا لكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع وشكرا لكم أعزائي المشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته